مراقبة الأسعار جميع المواد سوف تكون متوفرة في السوق إن شاء الله سواء شهر مارس أو اللف رمضان المقبل بخصوص الليجان هذه اللجنة أول اجتماعها عملته نهار 12 نوفمبر 2021 مباشرة ما بعد تنصيبها والذين عقدت هذه اللجنة سبعات للمرات والاجتماع الثامن سيكون مبرمج اليوم اليوم الخامس طبعاً ترأستها سيدة وزيرة الاقتصاد والمالية المحصلة كتعرفوا بأنه المراقبة والزجر كيعملوها جوج ديال الأجهزة كتعملها مصالح وزارة الداخلية وكتعملها المكتب الوطني السنة المصحية نبدأ بمصالح الداخلية منذ بداية السنة الجارية تمت مراقبة 29650 نقطة بيع يعني تقريباً 31 ألف نقطة بيع منذ بداية هذه السنة تم توجيه 562 إنذار للمخالفين كما تم تحرير 353 من المحاضر الموجهة إلى المحاكم هذه كلها فيها خروقات مرتبطة إما بالجودة أو لبز زيادة في الأسعار و199 مخالفة في مجال الفطرة و13 مخالفة لعدم احترام الجودة والسلامة الصحية تم إتلاف 88 طن من المواد غير المطابقة للمعايير خلال شهرين يناير وفبراير أما بالنسبة الآن نتكلم عن المكتب الوطني السلامة الصحية خلال شهر يناير قام بـ 2854 عملية مراقبة 2854 غير في يناير شهر يناير عملية مراقبة 156 557 طن من المنتوجات تم على إترها إتلاف وإرجاع 432 طن من المواد غير المطابقة لشروط سلامة وتحرير 48 محضرا للمخالفة هذا بخصوص اللجنة التي تراقب الأسعار سواء اللي كتقم بها والجودة طبعا اللي كتقم بها المصالح دياللونسة أو للمصالح الداخلية قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة